اشتركوا في القناة البداية العميقة لهذه الديانة التي اليوم يعني تمثل الديانة الكبرى في العالم لكن ما يهمنا في الحقيقة هو هذا العمق الفلسطيني للمسيحية الذي يرتبط مع هذه القضية قضية الظلم والاعتداء والتهجير والاحتلال الذي وقع على أرض فلسطين هؤلاء المسيحيون العرب والمسيحيون الفلسطينيون المقادسة ومن أهل يافا ومن أهل نابلس ومن كل هذا التراب الفلسطيني كيف ثبتوا يعجبني تلك التسمية تعجبني كثيرا الحجارة الحية من أطلق على مسيحيي فلسطين تسمية تكاد تعبر عن هذا الصمود والوقوف والتضحية والاستمرار رغم أحيانا أنهم قد يشعروا بشيء من الضيم شيء من عدم التركيز على وجودهم أو حتى نسيانهم أحيانا اليوم نركز حديثنا عن المسيحيون في فلسطين المسيحيون الفلسطينيون أو الفلسطينيون المسيحيون لا فرق وضيفنا لهذه الحلقة القس سامر عازر أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا بكم شكرا لهذه الاستضافة الطائلة الله يسلم يعني بداية عندما نقول فلسطين مهد المسيحية ماذا تعني فلسطين للمسيحي المؤمن المسيحي الذي يعرف من هو المسيح ولماذا جاء المسيح نعم سيد الكريم فلسطين هي أرض القداس والفداء هي قبلة المسيحيين في العالم أجمع وبدون فلسطين لا يمكن أن نتفكر بالإيمان المسيحي في العالم أجمع في هذه البلد المقدسة التي ترن إليها أعين العالم خصوصا عندما ننظر إلى ما تفضلت به وهم الحجارة الحية لأن عندما نتكلم عن البلاد عن فلسطين نحن لا نفصلها أيضا عن الشعب فالشعب دائما مكون للمكان والمكان هو الحاضن للشعب الذي يعطي للأنجيل العمق التاريخي والعمق الجغرافي وبالأكثر الارتقاء بالفكر الروحي يعني كتب التاريخي الإسلامي كثير من هذه الكتب تذكر قصة مجيء عمرو الخطاب إلى فلسطين إلى القدس والدخول السلمي الذي جاء به العرب المسلمون من الجزيرة العربية إلى القدس وإلى فلسطين وهذا اللقاء بين هذه القيادة الروحية الكبيرة صفرونيوس بطرك القدس وبين عمرو الخطاب يعني كيف تنظر إليها قسامر عازر يعني كمسيحي مؤمن بالمسيح من كل نفسك وكل قلبك كما يقول الإنجيل كيف تنظر إلى هذا اللقاء بين شخصيتين من أعظم ومن أكبر الشخصيات في التاريخ الإسلامي والبسيحي هذا البطرق بطرق القدس وبين الخليفة العادل الفاروق نعم بالمناسبة صفرونيوس هو اسم يوناني لكن صفرونيوس هو مطران عربي هو كان مطران القدس يعني عربي يلتقي بعربي نعم نعم وهذا ما يعطي أيضا للموضوع أهميته كما نعرف أن المسيحية ابتدأت في هذه المقع من الأرض ومنذ بدء المسيحية كان عليها اضطهاد كبير ابتدأ اضطهاد يهودي لأسباب مختلفة ثم رومانية ثم رومانية وتعرض المسيحيون للتهجير من اللحظة الأولى فبحثوا عن المرتفعات بحثوا عن الأماكن البعيدة عن التجمعات وأيضا جاءوا إلى شرق النهر إلى بيلا إلى طبقة فحل ليجدوا الراحة والأمان والطمأنينة فالمسيحية لم تعرف الرخاء منذ بدايتها وتعرضت للكثير من التحديات والمشاكل والاضطهاد وعندما جاءت الإمبراطورية البيزنطية عندما جاء قسطنطين وهناك حديث كثير نتحدث عن قسطنطين وفي هذه الفترة كيف أن أصبح دين الدولة هو المسيحية لكن بخلاف كل جابيات التي قد نتحدث عنها إلا أن العرب المسيحيين لم يكونوا منسجنين مع ذاتهم بما يخص هويتهم لأن الفلسطينيين هم عرب هم ينحدرون من الغساسين ومن الفلسطينيين الذين جاءوا بالأصل من جزيرة كريت فشكلت والكنعانيين واليابوسيين والأراميين والسريان والأرمن الأرمن موجودين كمان من القرن الخامس والسادس الميلادي فتشكل هناك وجود عربي مسيحي إن كان بالعرق وإن كان أيضا بقبول الثقافة واللغة يعني ليس شرطا أنه يكون عربي من حيث العرق لكن وجودهم أيضا ضمن الحضارة العربية والإسلامية أصبح هذا الوجود هوية ثقافية نعم نقول هناك جزئين أن العرب الفلسطينيين المسيحيين موجودين في الديار المقدسة منذ زمن السيد المسيح لأننا نعرف في يوم تأسيس الكنيسة في يوم العنصرة عندما حل الروح القدس على التلاميذ تقول للرواية في سفر أعمال الرسل أن هناك من بين الحضور كان عرب وهؤلاء العرب هم الذين ساعدوا أيضا في نشر المسيحية ووصلت حتى إلى البتراء إلى البتراء وهناك الأنباط العرب كما نعرف في التاريخ فالعرب المسيحي إجمالا في هذه الفترة لم يكن منسجما مع ذاته نعم يتفق مع الإيمان المسيحي للإمبراطورية الميزنطية لكن في داخله هناك اغتراب لهوية الاقتراب كان له دور في استقبال وفي الانفتاح على الحضارة العربي الإسلامي على الفاتحين العرب الذين جاءوا من الجزيرة العربية أشكرك هذه المقدمة دكتور عامر أنا ذكرت خصوصا لآتي لسؤالك وليس لأتهرب من السؤال لكن لأضع الخلفية في مكانها عندما جاء الفتح الإسلامي يعني نعرف في معركة مؤتة على سبيل المثال كيف أن العرب المسيحيين أعزوا جيش الرسول الكريم فتم تسميتهم بالإعززات نسبة لتعزيزهم ونصرتهم وتأييدهم فوجدوا أن في الوجود العربي الإسلامي هناك نوع من الإنعطاق ونوع من التحرير لهوية غير هويتهم التي ولدوا فيها والتي عاشوا في خضمها فنظروا إلى المجيء الإسلامي على أنهم يشتركون معهم كبني جلدتهم في العروبة في الدم العربي ومع الفترة والوقت لاحظنا كيف أن دخل العرب الفلسطينيين في الثقافة والهوية العربية أما عن الاتفاق والعهد العمرية التاريخية التي تم عملها ما بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه والباتريار سوفرونيوس هذه وضعت القاعدة الأساس ومن قبلها كما جاء الرسول الكريم وتكلم عن أهل الكتاب عن أهل الكتاب وهذه أيضا كانت مهمة جدا في العلاقات والتاريخ الإسلامي المسيحي وأيضا أن المسيحيين العرب الموجودين في الأراضي المقدسة وفي الديار المقدسة هم في ذمة المسلمين بمعنى الحماية لكن ليس بمفاهيم أخرى قد يفسرها وقد يحتج عليها البعض في ذمة في حماية في رعاية وهذه أيضا أسست اليوم وتؤسس اليوم لمفهوم المواطن المتساوي والمتكاملة فهذه العهد العمرية ساهمت في وضع أساس للعلاقات الصحيحة والسليمة لأنها أعطت الأمان للمسيحيين فهذهبنا قسامر لمرحلة تاريخية تالية بعد العهد العمرية وبعد هذا الاشتباك وبعد هذا التداخل دعنا نقول أكثر من الاشتباك هذا التداخل السلمي بصفة العامة بين بلاد الشام والحجاز مصر شمال إفريقيا بدأت هذه الخلافة يعني تتوسع وتنتشر كان هناك طبعا لاهوتيين وكان هناك شعراء وكان هناك فلاسفة حتى وكان هناك شخصيات يعني مسيحية كبيرة يحنى الدمشقي مثلا هذا اللاهوتي الكبير والكديس الكبير ما هي إسهاماتهم وكيف بدأوا يسهموا في هذه الحضارة العربية الإسلامية أريد أن أستمع لإجابتك حول هذه الإسهامات وهذا الدور العربي المسيحي في الحضارة العربية الإسلامية قبل أن نأتي بالتفصيل إلى الحديث عن الفلسطينيون المسيحيون نستمع بعد الفاصل إن شاء الله الأعزاء بقوا معنا نعود إليكم لمواصلة حديثنا حول المسيحيون في فلسطين بعد الفاصل السلام عليكم ورحمة الله عدنا من جديد أيها العزاء والحديث عن المسيحيون في فلسطين موضوعنا لهذه الحلقة وضيفنا القس سامر عاسر يعني الحضارة العربية الإسلامية حضارة امتزجت فيها كثير من الأعراق والأديان لم تكن مجرد عرب مسلمين ينهضوا بحضارتهم وحدهم ودون أي تعدد ودون أي تنوع ضمن هذه الحضارة كان السر نجاح هذه الحضارة هو في تنوعها وبالتالي فقدان هذا التنوع يعني بأننا سنعود إلى الصفر كيف أسهم وكيف قام المسيحي الفلسطيني المسيحي الأردني المسيحي من بلاد الشام في ذلك الوقت يعني كانت كلها تسمية تشمل منطقة واسعة كيف أسهم في نهضة وفي قيام هذه الحضارة أنا أود أن أكون إيجابيا في تناول هذا الموضوع لأن البعض قد ينظر إلى هذه الحقبة ربما من ناحية ربما يكون في بعض السلبيات نحن لا ننكر في بعض الأخطاء ربما بلظر لأننا نعرف أنه في كل حقبة زمرية بحسب مشاكلها بحسب الخليفة بحسب الذي يسود يعني تختلف التعامل من فترة لفترة لكن بالإجمال عندما نتكلم عن هذه الفترة الهامة في حياة منطقتنا نعرف أن هناك سادة درجة كبيرة من التسامح والانفتاح والتفاعل وخصوصا أن العرب المسيحيين هم من قرام هذه البلاد هم أصل هذه البلاد وهم كانوا ليسوا طارئين ليسوا طارئين وليسوا بقايا صليبيين وليس أمرا غريبا على هذه المنطقة إنما هم أبناء هذه البلد هم من صلب ترابها ومن صلب هوائها ومن صلب حجارتها ومن صلب مائها وعرف عن المسيحيين في تلك الفترة أنه كانوا متعلمين جدا ومثقفين جدا وثقافتهم وعلمهم ولغاتهم وانفتاحهم على العالم الغربي في ذلك الوقت الإمبراطورية البيزنطية ساعدهم أن يكونوا حجر بناء ومعول للبناء للوجود والحكم الإسلامي في المنطقة فساهموا في الكثير من الترجمات خصوصا ترجمات الفلسفة وترجمات العلوم على سبيل المثال منهم الفرابي هذا فيلسوف كبير عندنا يحيى بن عدي عندنا على سبيل المثال أيضا أذكر من الأسماء أبو فرح ابن عبدالله الطيب هذا كمان فيلسوف وفيزيائي وهناك الكثير الكثير من الأسماء الذين ساهموا في ترجمة المواضيع العلمية والفلسفية من اللغة السريانية ومن اللغة اليونانية إلى اللغة العربية وأيضا لعلمهم ومقدرتهم ساهموا في تثبيت أركان الحكم الإسلامي عن طريق إدارة الدواوين وبزمن الراشديين على سبيل المثال أسسوا هناك ما يسمى ببيت الحكمة فكانت هناك دواوين للتبادل وإذا جئنا على الحوار سعادة الدكتور عامر ازدهرت في هذه الفترة الحوارات الدينية ومن بينهم ذكرت وعرجت على يحنى الدمشقي هذا الإنسان المشرقي الفلسطيني اللامع الذي دخل في حوار في حوار لهوتي مشرقي وفي أعقد الأمور خصوصا عندما نتكلم عن الثالوث الأقدس فحاول بفكر عربي مسيحي وفلسفي وفلسفي أن يوصل مفهوم الله الواحد الأحد في مفهوم الأقانيم الثلاثة أن الله واحد لكن مثل الشمس هي نار ونور وحرارة وهن أشعر يعني لما طرح هذا الفكر الديني في قالب فلسفي كان له دور في استنهاض ما يسمى بعلم الكلام يعني علم الكلام الإسلامي عندما ندرس تاريخ نشأة علم الكلام في كتب العقيدة نعم دائما يعني نجد هذه الحادثة أن يوحان الدمشق أحدث نوع من الحراك الفكري بين بعض العلماء المسلمين مما جعلهم يذهبوا إلى دراسة المنطق والفلسفة أن العقيدة لا تستطيع أو ربما يجب أن يساندها عقل وبحث فلسفي ومنطقي حتى تعرض بطريقة منطقية ويحدث هذا الحوار العقائدي بعقل وحكمة وفلسفة فيذكر دائما اسم الفلسوف أو القديس يوحان الدمشقي عندما نقرأ في نشأة علم الكلام الإسلامي يعني كان هو مسيحي ولكن له دور كبير في نشأة علم الكلام الإسلامي وأنا أعتقد ولادة الدين الجديد الدين الإسلامي بشكل إيجابي شكل تحدي أيضا للفكر المسيحي ولعلم اللهود ولفتح أفاق لأننا دائما نتكلم عن مشكات واحدة فتح الأفاق للعمق للتلاقح الفكري للتحاور البناء وأعتقد أنه من هذه الفترة فصاعدا ربما من القرن السادس والسابع وحتى القرن الرابع عشر ازدهر هناك بما يسمى الأدب العربي المسيحي وهذا يختص بالفلسفة واللهود وأسليب الحوار فوجود أيضا الدين الإسلامي في هذه المنطقة فتح أفاق جديدة للحوار وللتقارب وربما طاقات كثيرة ربما نحن نستفيد منها اليوم وربما يحتم هذا علينا اليوم أن نرجع قليلا وندرس بعض هذه المواد التي كتبت لأنه لابد أنها فيها غنى لأنها صدرت أو نبعت من المكان ودائما نعلم أن اللهوت والفكر الديني يجب أن يرتبط بالمكان عندها يكون للمفهوم الديني معنا جميل أنه ليس مثاليا يسبح بعيدا عن الواقع وبعيدا عن هم المباشر طيب يعني قس سامر العثمانيين كان لهم دعنا نقول دور له إيجابيات كثيرة وربما حتى في بعض السلبيات لكن في إنجاز قام به العثمانيون وهو ما يتعلق بالاستاتيسكو في القرن التاسع عشر عندما وجدوا صيغة للأمر الواقع بين الكنائس المسيحية وخاصة في القدس وفي كنيسة القيامة وهذه الصيغة نتيجة لوجود حتى بعض الاختلافات بين الكنيسة المسيحية حول من الذي يحظى بهذا المكان أو هذا المكان أو ذلك المكان العثمانيون لو جئنا إجمالا لنقول المسيحيون في فلسطين تحت الحكم العثماني ماذا يمكن أن نقول في هذه الفترة أين كانوا وماذا فعلوا كيف كانت أمورهم في هذه المرحلة يعني على ما أعتقد أن الفلسطينيين المسيحيين لا يختلفون في هذا الشأن عن المسلمين الفلسطينيين الحكم العثماني أتى بكثير من الويلات على منطقتنا ولسيما سياسة التشهيل وعدم بناء مرافق حياتية تهم الناس وحياة الناس من مراكز تعليم من مدارس من مؤسسات تعليمية عالية من مستشفيات فهذا ساهم في تراجع الفكر العربي في ذلك الوقت وربما تتريك الهوية العربية والفكر العربي هذا مما يؤخذ في بعض المراحل من تاريخ الخلافة العثمانية أكيد هناك جوالب في مراحل أقاموا بعض المدارس في القدس نعم يعني كان هناك بعض المنجزات الإيجابية لا شك يعني بالمجمل بالمجمل هناك لابد من الإيجابيات والسلدية في الفترة الأخيرة ربما في القرن الأخير من الخلافة العثمانية ربما بدأت الأمور نعم والطبيعة العسكرية والطبيعة العسكرية أكيد هناك نوع من الإيجابيات لا شك لكن بالمجمل أن العربي شعر بغربة معناسية سواء مسلم أو مسيح وعندما تتكلم عن الاستاتيسكو الذي وضع في ذلك الوقت تقريبا في العام 1854 أو 1856 على ما أعتقد كان ضروري في ذلك الوقت خصوصا أن ست كنائس لها أمكنة وتدير عباداتها ما هي هذه الكنائس؟ هذا ربما يكون مهم أيضا أنه الإخوة المشاهدين الأحباء المشاهدين يعرفوا أهم الكنائس المسيحية كمجموعات دينية داخل الإطار المسيحي موجودة في فلسطين بالشكل الأكبر نعرف أن المسيحيين في فلسطين ينقسمون إلى أربعة عائلات كرسية هناك العائلة الأرثولوكسية وهي الكنيسة الأكبر من حيث الحضور ومن حيث التاريخ الزمني وهناك العائلة الأرثولوكسية الشرقية وهم الأرمن والسريان والأقباط نحن نحكي كعائلات من حيث القرب من الفكر اللهوتي تحت كل عائلة هناك أقسام هناك أقسام مختلفة وليس بالضرورة أن يكون هناك توافق ماء بالماء في كثير من الأمور ربما الفكرية أو اللهوتية أو حتى التنظيمية وهناك أيضا العائلة الكاتوليكية وما تجور تحتها من لاتين من أرمن أرثولوكس من أقباط أرثولوكس من موارنة وهلومجرة وهناك العائلة البروتستانتية وبشكل رئيسي منها بفلسطين اللوفريقين والأنجلكان هذه العائلات أما بالنسبة بما يخص كنيسة القيامة على ما أعتقد كنيسة الروم الأرثولوكس اللاتين السريان الأقباط الأحباش وقلت الأرثولوكس هم الأحباش انفصلوا عن الأقباط فأصبح يعني قسم معين بطريقة أخرى هي ست كنائس داخل هي ست كنائس أن الأرثولوكس اللاتين السريان الأقباط أرمن الأرمن 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 والأحباش نعم يعني الحقيقة ربما يكون سؤالي التالي حول دور المسيحيين في فلسطين في مقاومة يعني الانتذاب البريطاني ودورهم حتى في الثورة العربية ربما قبل ذلك وفي مرحلة بداية النهضة العربية عموما مثلهم مثل إخوانهم أكيد كان لهم دور مهم أيها العزاء نواصل حديثنا حول المسيحيون في فلسطين ولكن ابقوا معنا بعد الفاس عدنا من جديد أيها الأحبة والحديث عن المسيحيون في فلسطين ربما نحتاج إلى كثير من الحلقات حتى نغطي هذا الموضوع ولكن على الأقل نسلط الضوء على هذا الموضوع المهم خاصة في ظل الاحتلال الصهيوني وما يقوم به الاحتلال الصهيوني من تهجير ومن محاولة إيجاد الانقسام داخل الشعب الفلسطيني ولذلك نحاول في هذا اللقاء رفقة القسامر عازر أن نواصل الحوار في هذا الموضوع يعني قسامر المسيحيون بعد الفترة العثمانية وجاء الانتداب البريطاني وحركات التحرر في العالم العربي ضد الاحتلال وضد الانتداب والمسيحيون كانوا صفا إلى صف وكتفا إلى كتف إلى جوار إخوانهم وأبناء شعوبهم في المنطقة العربية ومنها أيضا في فلسطين ربما هذه المرحلة مرحلة الاستعمار البريطاني والانتداب البريطاني والفرنسي وغير ذلك ماذا فعل وأين كان وماذا فعل المسيحيون المسيح العربي إنسان تربطه علاقة حية روحية مع الله وتربطه علاقة وطيدة مع الوطن لأن محبة الله من محبة الوطن ومحبة الوطن من محبتنا لله فما مر بفلسطين عبر الحقبات التاريخية المختلفة وفلسطين كما نعرف هي في منطقة جغرافيتها السياسية هي كثير كثير مهمة للعالم أجمع استراتيجية كما نشبال فدائما تفتح الشهية للعالم أجمع وزي ما نحن نرى الآن ما في دولة لا تشتهي أن يكون لها موطئ قدم في فلسطين أو تمثيل حتى تمثيل ديني أو تمثيل من أي ناحية أخرى ما مرت به فلسطين أتت بالوبال على السكان على سكانها المسيحيين والمسلمين على السواء والقمع الذي حل بالبلاد والعباد وخصوصا مع انطلاقة الفكر المهضوي العربي أو المشروع التحرر العربي الفكر القومي كما أطلقه ميشيل عفلق هذا المفكر السوري كان له تأثير على كل البلاد العربية والثورة العربية طبعا والثورة العربية الكبرى بالتحديد جعلت العرب المسيحيين يناضلون بكل أشكال النضال الممكنة من أجل رفع الظلم عنهم والعودة إلى هويتهم المستقلة أو هويتهم الجامعة نعم وهذا ما يفسر أن المخطط الاستراتيجي للمنطقة هو إفراغ المسيحيين من المنطقة لتحويل الصراع دائما من صراع على الأرض إلى صراع ديني والله هذه النقطة قسامر وأنا أعتقد أنت من أقدر الناس أنك تتحدث عنها قضية الصهيونية استغلت اليهودية وحاولت أن تبرز أن مشروعها هو مشروع ديني وأنهم هم الذين يمثلوا اليهود وهم الذين يمثلوا موسى وسليمان وداود وأنهم هذا الامتداد الطبيعي لمملكة سليمان وبالتالي حاولوا أن يعطوا مشروعهم الصهيوني مبرر ديني هناك من يقول أن جعل الصراع في فلسطين هو صراع بين مسلم ويهودي وبطريقة دينية أنه سيخدم في النهاية اليهودية أو المشروع الصهيوني أكثر مما يخدم القضية الفلسطينية هذه قضية ربما حساسة هل إعطاء الصراع هوية دينية سيجعل فلسطين تخسر في النهاية والصهيونية تزداد نجاحا لأنها ستظهر أن الصراع عقائدي وليس الصراع على أرض وحقوق وشعب منتهك ومحتن بالطبع أن قوة القضايا العربية أو قضية فلسطين بالتحديد هي بقوة تلاحم المسلمين والمسيحيين معنا وأخطر شيء أن تحاول أن تبرر قضية ما بتحريف فكر ديني أو بتجيير فكر ديني من أجل تحقيق بعد سياسي أخطر ما تمر به القضية الفلسطينية أنك تحاول أن تبرر بآيات أو بفكر لا ينسجم مع الفكر المسيحي الجامع لتجعل أو لتعطي شرعية وحقا لهذه الأرض لليهود على سبيل المثال على حساب الوجود العربي المسيحي التاريخي هذه إشكالية كبيرة جدا ونحن نتنبه لها وعلينا أن نبدل الكثير من الجهود هناك مسؤولية قسامر وأنا حقيقة أشعر أنكم صراحة كعرب مسيحيين كأردنيين مسيحيين مسيحيين فلسطينيين مهما كانت ماذا نقدم ماذا نؤخر لكن أن هناك مسؤولية لأن هناك محاولة اختراق صهيوني مبرمج من خلال نوع من الفكر الديني خاصة في أوروبا لا أقول في العالم العربي في أوروبا بعض الاتجاهات الدينية استطاعت الصهيونية أن تتمدد بطريقة ناعمة وذكية لاستقطاب بعض المؤيدين من قبل بعض الكنائس التي تنتسب أو التي تدعي بأنها إنجيلية أو تدعي بأنها وهي أنا متأكد بعيدة عن روح المسيح الذي لا يقبل الظلم ولا يقبل الاحتلال فكيف نتعامل وأنتم حقيقة كيف تتعامل مع محاولات الاختراق الصهيوني لبعض وأنا أعود فأقول لبعض الاتجاهات الدينية أو الكنائس وخاصة في أوروبا يعني أخطر شيء في التأثير في التأثير على قضايا مختلفة هي الدخول من المدخل الديني لأن الإنسان بطبيعته دائما عنده عاطفي والشعور الديني قد يؤثر عليه بشكل كبير أفكر من الشغلات التي نعملها والتي نقوم بعملها أولا بالدرجة الأولى هو أن نطلق لهوتا عربيا فلسطينيا يتكلم عن مفهوم العدالة في الكتاب المقدس ويتكلم عن الحق في الوجود ويتكلم عن عدم استغلال أو تجيير الكتب الدينية وإخراجها عن سياقها التاريخي من أجل توظيفها لتحقيق أهداف رسمت مسبقا من أجل تنفيذها بغطاء ديني نحن نعمل على التوعية يعني كثير من شركائنا في العالم يأتون لبلادنا ولا يعرفون الكثير عن الوجود فتوضح لهم صورة القضية الفلسطينية والاضطهاد يأتون من جانب فكري واحد أو مغروس بفكرهم خصوصا أن الكتاب المقدس يتكون من جزئين العهد القديم والعهد الجديد طبعا وخطورة الموضوع إن لم يفهم الإنسان كيف يقرأ العهد القديم بعين المسيح الناقدة سيتورط ويستدرج ربما إلى نوع من الفهم الصهيون طبعا لذلك طورنا بما يسمى اللهوت الفلسطيني التحرري وهذا ليس انتقاص من كرامة وقيمة أحد وإنما إعطاء إعطاء الفكر الديني حقه حتى يشعر الإنسان العربي والفلسطيني على أنه منسجم مع ذاته منسجم مع وطنه ومنسجم أيضا مع إيمانه فلا تقرأ النصوص الدينية ببعد أو نسقطها على بعد سياسي هو بالأصل ليس موجود بكل صدق أنا كثير ما أشترك في الحوارات ويأتي حتى أحيانا وفود من أوروبا من أمريكا وربما أنت أيضا كنت معنا في بعض هذه اللقاءات ما أشعر به حقيقة عندما يتكلم مثلا قسة مرعازر أو الأب رفعة بدر أو فلان أو كذا ما أشعر به أن الإنسان الغربي أو الشاب الغربي أو هذا الضيف الغربي عندما يستمع لشخص رجل دين مسيحي وهو يتكلم عن القضية الفلسطينية يتكلم عن الظلم الذي يقع يتكلم عن الحق العربي في القدس العربية يتكلم عن الظلم الذي تقوم به الصهيونية يستمع بطريقة أعمق لأنه لم يرى شخص متدين مسلم وكذا هو يستمع شخص مسيحي بالتالي الدور الأكبر أنا أشعر للقضايا العربية وإظهارها خاصة في العالم الغربي الذي يغلب عليه المسيحية أعتقد أنه يقوم على عاتق المثقف المسيحي العربي والفلسطيني والأردن ما رأيك؟ المثقف العربي المسيحي هو جزء من تكوينه العربي الحضاري الفكري ويعكس واقعه بامتياز وبما أنه تاريخيا معروف عن المجتمع العربي المسيحي والفلسطيني المسيحي أنه إجمالا من الطبقة الوسطى ومن المتعلمين والمثقفين والذين على اتصال دائم مع الفكر والحضارة الغربية فشكلوا عبر الزمن رابط حضاري ما بين الفكر الشرق أوسطي والعربي وما بين الفكر الغربي دائما العربي المسيحي والفلسطيني والأردني هناك أحيانا صعوبات نتعرض لها خصوصا أن الغربي لا يستطيع أن يفهم أن العربي هو مسيحي أن العربي ولد مسيحيا أن العربي المسيحي لم يولد مسلما على سبيل المثال إنما جذوره تمتد تاريخيا إلى المسيحيين الأوائل وربما كثيرين مننا تسلسليا تاريخيا ننتمي إليهم وجئنا منهم هذا واحد تنين خليني أقول العربي المسيحي ليس بقية أو بقايا صليبيين إن وجدوا في المنطقة وهذا البعض قد يظن حتى في بلادنا العربية أن الوجود العربي المسيحي ليس تاريخيا وليس من جذور هذه البلاد وإنما أتى في مرحلة لاحقا يعني هذه القضية في غاية الأهمية نعم قصة من عازر أكيد نواصل حديثنا نعم معكم حول هذا الموضوع المهم وأنتم إرزائي قومنا نعود إليكم بعد الفاصل نعم السلام عليكم ورحمة الله معكم من جديد أيها الأحبة والحديث في غاية الأهمية حول المسيحيون في فلسطين الحقيقة يعني قصة سامر المقاومة لم تكن مقاومة فقط للفلسطيني المسلم وإنما كانت مقاومة لكل المكونات الدينية والعرقية كنت تجد محمود درويش يسجن وسميح القاسم وإميل حبيبي هذا الأديب الفلسطيني المسيحي الذي أرادوا أن يعطوه جائزة إسرائيل في الأدب فرفض أن يأخذ هذه الجائزة المطران كابوتي هذا المطران المقاوم المناضل الذي حفر اسمه في قلب كل إنسان عربي حر يعجب بهذه الشخصية الكبيرة الرائدة المطران عطل اليوم في القدس بمواقفه العربية الفلسطينية التي تنسجم تماما مع الروح العروبية والوطنية ماذا نقول عن الدور المسيحي في فلسطين للمقاومة المقاومة بمعناها العميق والبعيد في نفس الوقت سيد الكريم المقاومة تأخذ أشكال متعددة نعم هناك المقاومة التي تستخدم قوة السلاح من أجل تحقيق الأهداف التي تريدها على اعتبار أن كثيرين يؤمنون أن القوة تحتاج إلى قوة تتعدد أنواع المقاومة هناك مثل ما قلت استخدام سلاح بطريقة أو بأخرى لكن هناك مقاومة سلمية بطرق كثيرة هناك مقاومة عن طريق تطوير الفكر تطوير اللهوت تطوير وتنشئة الجيل الشاب ليرتبط بالأرض ليرى أن هويته العربية موجودة هنا وأن حاضره وتاريخه هو في هذه المنطقة وبتشكيل هذه الهوية نحن نساعد شبابنا في التأصل وفي الباقة خصوصا أننا عندما نرى نسبة الهجرة من منطقتنا وهناك طبعا عندما نتكلم عن الهجرة نتكلم عن مسلمين ومسيحيين لكن تظهر بشكل أكبر على المسيحيين طبعا لأسباب كثيرة لكن ربما منها أن نسبة الولادة عند المسيحيين على سبيل المثال 1.9 يعني ولد أو ولدين بالأكثر فهذه النسبة المتدنية لا تغطي نسبة الهجرة الشبيرة يعني قسامر بأن هناك نوع من العمل الممنهج الإسرائيلي أو الصهيوني لتفريغ فلسطين من المسيحيين المقدسيين والمسيحيين الفلسطينيين عوما هل هناك نوع من التسهيلات الإغراءات غير المباشرة مع بعض القنصليات مع بعض الجهات تقديم تسهيلات من أجل هجرة من أجل يعني ولماذا وكيف نواجه أيضا يعني كما تبين مؤخرا أنه هناك نوع من التسهيلات لتفريغ فلسطين كل فلسطين من سكانها لكن بالتحديد على الفلسطينيين المسيحيين هناك طب لماذا الفلسطينيين؟ لأنه يثيروا قلق الصهيونية المعادلة ستكون مقتلة أنه ليست تطرف الإسلامي مقابل اليهودية وإنما هناك بشر مسيحيون مثل المسيحيين في فرنسا ومسيحيين في بريطانيا أيضا هم ضحايل الصهيونية أعتقد أن العرب المسيحي متمسك بجذوره نعم متمسك بأرضه وهذا صوت يزعج من يخطط ويفكر بخلاف ذلك ولا تستطيع أن تنزع هذه من قلب العربي المسيحي الذي تاريخنا وتراثنا وتقاليدنا وعداتنا تعلمنا الارتباط بالأرض كارتباط شجرة الزيتون في ترابها وفي جذورها فلا تستطيع أن تقلع بالشكل الطبيعي الفلسطيني المسيحي من أرضه ربما هذه تشكل عقبة في تنفيذ كثير من المخططات التي تجري على الساحة ومن أجل كسب التعاطف الغربي يعني الغربي اللامسيحي أو حتى المسيحي المتصهين بأفكار الذي لا يدرك حقيقة المسيحية الذي لا يدرك بالصبت ينظر دون أن يظهر ذلك التعاطف أو ينظر دون أن يفهم القضية بعمقها أو ينظر دون أن يقرأ النصوص التاريخية بسياقها التاريخي وينظر أن اليوم نتكلم عن حقوق تاريخية يعني هنا قسامر على موضوع كيف نفهم الصورة الصحيحة وما هو الموقف الصحيح للمسيحي العربي المسيحي الفلسطيني أيضا على وجه التحديد ما جرى في عام 2009 من اجتماع أو انطلاق لكايروس لحظة الحقيقة التي أعلن فيها مجموعة من القيادات الدينية المسيحية الفلسطينية عن موقف صارم وقوي أن الصهيونية هي خطيئة ضد الله وأن الصهيونية خطيئة ضد البشرية يعني هذا الموقف الرائع حقيقة موقف في غيث الأهمية أولا لم يصلت عليه الإعلام الاهتمام ومر وكأنه يعني شيء بسيط ومر يعني وكان موقف رائع يجسد النضال المسيحي الفلسطيني العروبي المؤيد لحقوق الشعب الفلسطيني والمناهد للصهيونية يعني بداية كيف تنظر له هذا المؤتمر أو هذا الإعلان الذي وقع عام 2009 يعني أعتقد هذه فكرة أخذت من فكرة سابقة لإلها عظيمة كانت فيه زمانها وكانت تأثيرها كثير كبير وهي كايروس جنوب إفريقيا بالـ 85 بالـ 85 وهذه الوثيقة طبعا إحنا منحيي كل شخصها بالوقت والجهد اللي بذلوه بالعمق التاريخي والعمق الديني الوطني واللهوتي والعمق الوطني اللي يساعدوا الجيل الجديد بالدرجة الأولى ويساعدوا شركاءنا المسيحيين في العالم أن يفهموا حقيقة الواقع في فلسطين وبأنه لا يجوز أن تجير قضية فلسطين وتعطى صبغة دينية من أجل انتزاع حقوق تاريخية للشعب الفلسطين للشعب الفلسطين فهذه الوثيقة هي وثيقة في حد ذاتها وثيقة صعبة خطرة لأنه عندما تلقي الدوء على الشيء وتحاول أن تبرزه بعمقه أنت عمليا تجرد كثير من الفبركات التي تصاغ بطريقة أو بأخرى لتبرير أفكار مغلوطة الفلسطيني الذي يعيش على الأرض يحتاج إلى مثل هذا الفكر النقي حتى يقدر أن يتعايش بفكره الديني مع وطنيته فلا يرى اغتراب في نفسه ما بين إيمانه وما بين انتمائه الوطني من أجل تشكيل الهوية الوطنية ومن أجل التشبث بالأرض ومن أجل أن يرى أن إيمانه لا يرى القوة والنور إلا من خلال انتمائه الوطني وعطائه لبناء الوطن التاريخ ربما لم يبقى معنا كثير الوقت ولكن ما هي نظرتك لمستقبل الوجود المسيحي في فلسطين هناك من يراهن على أن هذا الوجود المسيحي سيتضاءل أكثر فأكثر وربما لنبقى الكثير من المسيحيين لا في بيت لحم ولا في الناصرة ولا في الجليل وبالتالي أن الصهيونية ستجعل العربي المسلم يخسر نصيره في النضال ويخسر جزء من النضال الذي يقوم على المسيحي الفلسطيني هل هذا المخطط الصهيوني سوف ينجح في اقتلاع المسيحي الفلسطيني بهذا الشكل كيف سيكون مستقبل المسيحي في القدس وفي هذه المناطق في فلسطين صدقتي أنك تثير الشجون في نفسي وفي نفوس كل من سيستمع لهذه الحلقة لمستقبل الوجود العربي المسيحي ليس فقط في فلسطين إنما في كل البلاد العربية خصوصا أن هناك دراسة أجريت بمعهد بواشنطن عن مستقبل المسيحية في البلاد العربية ويقال أن من خلال هذه الدراسة المسيحية أن عدد المسيحيين العرب في البلاد العربية في الشرق الأوسط سيتضاءل إلى نسبة 3% هذا طبعا وضع خطير جدا إذا أخذنا هذا وأخذنا المعيار كيف كان الوجود المسيحي في الشرق الأوسط بأوسعه في العراق في سوريا في لبنان حتى في الأردن للظروف الاقتصادية كان قرابة 20% والآن نتكلم عن يعني في بداية العشرينات كان نسبة المسيحيين في لبنان قرابة 20 إلى 22% والآن نتكلم عن أقل من 2% بفلسطين تاريخيا يقال أن المسيحيين الفلسطينيين 3% وعدد المسيحيين الفلسطينيين المغتربين في العالم حوالي 3 مليون وهذا ربما مؤشر على وجود مشكلة نعم وهناك تضاءل كبير وما سبب من هذه التضاءل طبعا بالإضافة للظروف الاقتصادية الصعبة الناجمة عن الاحتلال واحتلال الأرض بالـ 48 و 68 هي أسباب عديدة ومختلفة الحقيقة يعني موضوع في غاية الأهمية يعني قصة أمر عازر لا يسعني في نهاية هذه اللقاء لأنا أشكرك شكرا جزيلا وأن المستقبل مهما كانت تحديات سيكون هو للحق الفلسطيني والمسلم والمسيحي جنبا إلى جنب في مقاومة هذا الاحتلال في فلسطين إن خسارة الوجود المسيحي هو خسارة أيضا للمجتمع العربي ولذلك نحن لا نيأس ولا نيأس لأن جذورنا في هذه البلاد وسنعمل من أجل إعادة قوتها إعادة قدستها وإعادة رسالتها للعالمة شكرا شكرا جزيلا قسام العازر وأنتم أيها العزاء لأن نلقاكم في حلقة أخرى أستودعكم اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر